احنا برحل عن دنيانة مهندس شريف اسماعيل صح تذكروا احنا بنقرأ جزء بسيط من مشوار الراحل العظيم خدت بالك في الحتة بتاعت انه احنا كان عندنا ديون متلتلة لصالح شركات البترول العالمية والشركات دي وقفت الشغل معانا الرحل العظيم كان مخه نور يعني مش بس راجل فاهم شغلانته كمهندس مهم للبترول او كرئيس لشركات مخه نور عرف يتعامل مع الشركات وعرف يتعامل مع المديونيات فيقنع الشركات بالعودة وتسديد المديونيات في نفس ذات الوقت الى ان تنخفض المديونيات اللي زادت عن ستة مليار لواحد مليار في عامين اتنين ومعندناش كنوز يعني كنزنا الرئيسي ده وامر المولى النهاردة تقدم في خامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة المصرية الجنازة العسكرية التي اقيمت لهذا الراحل العظيم وبقولك لهذا مش لذلك التي تفيد البعض هيبقى المهندس شريف اسماعيل علامة مضيئة لانه تولى مسئوليات فاصعب المراحل الراحل المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء السابق ده كان في منطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير تنطاوي بالقاهرة الجديدة الرايس قدم واجب العزة لأسرة الفقيد واشار الى انه المهندس شريف اسماعيل يعد احد الرموز الوطنية المضيئة وقدم مسيرة حافلة بالعمل والعطاء بكل اخلاص في مراحل دقيقة من عمر هذا الوطن الامر اللي بيعد محل تقدير بالغ من مصر وشعبها العظيم اللي مفيش زيه اشتركوا في القناة